نروح للفريق الأول لكرة اليد بنيدي الزمالك واللي حقق الفوز على السادرة الكاميروني في المباراة اللي اتلعبت النهاردة بالجولة التانية من دور المجموعات لبطولة افريكيا الاندية الأبطال اللي بتتلعب في المغرب في الفترة من 10 لحد 19 أكتوبر اللي جاي فريق يد الزمالك أنهى الشوت الأول متقدم بنتيجة 15 ستة كوماندوز اليد كان حقق الفوز في الجولة الأولى على كيركس الاسيوبي بنتيجة 50 16 يوم الخميس اللي فات فريق يد الزمالك هيختتم دور المجموعات بمواجهة منتدى درب سلطان المغربي يوم الاثنين درب سلطان المغربي يوم الاثنين كل التوفيق طبعا للكوماندوز في مشوار البطولة ويقدروا يفوزوا باللقب الأفريكي للمرة 13 في تاريخه بإذن الله كل الدعم والتوفيق ليهم ويكون زي ما بيقولوا كده فتحة خير على فريق اليد بإذن الله ويقدروا يعودوا من خلال هذه البطولة مرة أخرى والكوماندوز لإنجازاته من جدي أما عن فريق سيدات يد الزمالك فعنده مباراتين وديتين في معسكر الأسكندرية اللي هيبدأ يوم الخميس اللي جاي ويستمر لحد يوم السبت الجهاز الفني لفريق سيدات اليد استقر على الصفر الأسكندرية يوم الخميس اللي جاي وعنده مباراة مع سبورتينج واسموحة أيام الجمعة والسبت جايين إن شاء الله فريق يد السيدات كلام مباراة وديه النهاردة مع منتخب مصر على صالد المركز الأولمبي في المعادي وانتهى بفوز المنتخب بنتيجة 3028 على الفكرة النتيجة كويسة جدا يعني من رأيي يعني إن دي نتيجة محترمة جدا أنت بتلاعب المنتخب يعني صف وتلعيبة مصر كلها اللي تم يعني اختيارهم للمنتخب الوطني اللي عندهم بطولة هيشاركوا فيها البطولة الإفريقية ففكرة إن الزمالك يعمل النتيجة دي يعني نتيجة محترمة جدا على فكرة أنا بشكرهم عليها طبعا وخليني ممناسبة أني بتكلم على يد السيدات خليني أبارك لكابتن فريق طبعا مع نورهان أشرف الاثنين كابتن الفريق سندي آسم اللي كان طبعا زفافها يوم الخميس اللي فات ببرك لها وبتمنى لها إن شاء الله التوفيق في حياتها الأسرية وعلى فكرة سندي مش هتسبنا سندي واخدأ أجازة بسيطة كده ورجع إن شاء الله للتدريبات بعد أجازة الزواج طبعا ببرك لها من قلبي ويا رب يا رب إن شاء الله يهنيها ويعني تكون حياتها الأسرية على أحسن ما يرام وإن شاء الله كل التوفيق لها سواء في حياتها الأسرية أو في قرة اليد مستنينك يا سندي ومليون مليون مبروك ربنا يكملك على ألف خير ويفرح قلبك دايما